بالذات بالنسبة للأم اللي الأول مرة تبقى أم لو عنداش أي خبرة أمومة قبل كده مش عارفة مش قادرة تفهم هو عايز إيه يعني هو بيبكي مش عارفة البوكة ده بتاع إيه لأنه فيه بوكة للجوع وفيه بوكة للغضب وفيه بوكة للبلل وفيه بوكة للمغص أو الألم أو أي حاجة من دي فالأم بتبقى متحيرة ومتلخبطة بالذات لو كانت أول مرة تبقى أم هم بيبقى عايزين نعتني بالدوائر المحيطة بالطفل يعني أقرب دائرة محيطة بالطفل هي أم الدايرة اللي بعدها الأكبر الأب بيحوط لتنين الدايرة اللي بعدها هم الأسرة العيلة عيلة الأم وعيلة الأب والدايرة الأوسع المجتمع فلو اعتنينا بالدوائر دي نخلي الأم والطفل في حالة جيدة يعني الأب يعتني بالأم وبالطفل والعيلة تعتني بالإيه؟ بالتلاتة بالاثنين بقى بالعيلة الجديدة بقى أسرة الجديدة دي فلأن الأم الوحدها زي ما قلت مش هتقدر طبعا تبقى متوترة ومضطربة وتعبانة ومجهدة ويمكن تدخل في اكتئاب ما بعد الولادة حاجات زي كده حتى يا دكتور لو عندها كمان أطفال تانين الزاب تبقى متوترة برد دي بقى مشكلة أكبر أحد تعتني بالكبار ولا تعتني باللي لسه جاي ده والغيرة ما بين ومين بيضرب مين وندما بيشوف أخوه هو بيردع بيعايز يقلده فالمشكلة بتبقى أكبر أحد هلازم بقى الأب يدخل في المعادلة وتدخل الأسرة عشان كده بتلاقي لما واحدك تولد بتلاقي أمها وحمتها وخالتها وعمتها وده كويس بالمناسبة يعني يعني شيء كويس إن هم بيساعدوها في طلبية البيبي يعني يساعدوها وهيدوها الخبرة لأنها لسه بتجرب وبتبقى حتى رغم أنها حبة أن يبقى عندها طفل بس ساعات يبقى فيه مشاعر متنقضة إنه هذا الطفل جاء بقى عامل مسؤولية وعبق عليها فتبقى حبة ومتدايقة منه في نفس الوقت